اشتركوا في القناة السلاح يروح مكان ما أقول لك شكلك مع مهرة وحسن تهدأ بيد عن الشغل أنا هلازم أبقى تجيب القنص الفرنساوي هنا عشان يشوف المهزلة اللي بتحصل في الجابل شوف يا دلال جعفر العمدة مش هتقوم لقومة تاني وأنا عاوزك ترجعي بتابوكي أخوفي أكارم لاللي جاي بسطة كنت أول في أي مكان هتكون بتشاهد فيه شاشة التلفزيون هتلاقي طارق النهري بيعود بأدوار مختلفة بيعود بقوة شديدة جدا فنان طارق النهري لو أنت كده تفتكر في السبعينات كان من تخرج من أسيوت كلية تجارة بعدها معد العالي للسينما وبعدين كان عنده فرصة أنه ياخد جايزة في اسكندرية كأحد الوجوه الجديدة الإخراج كان طريقه واشتغل على فكرة في التلفزيون وعنده طبعا أعمال وسهرات وبطولات مختلفة العودة القوية دي في رمضان عشرين تلاتة وعشرين كانت قوية جدا من ضرب نار للكنتو لحد جعفر العمدة الآن هو في التاسعة يلتقط الأنفاس الفنان طارق نهري مساء الخير مساء النوري فان كل سنة وانت طيب وحذلك طيبة وشعب نصر كله بخير أكيد بتلتقط الأنفاس أكيد جدا لإني أنا لغاية ستة وعشرين رمضان وإحنا بنصور بس مش جعفر العمدة كان سوق الكنتو وضرب نار أول ورق جالك كان إمتى؟ جعفر العمدة أول حاجة جاء قبل رمضان بفترة طويلة فترة طويلة؟ أه بشهر ونص على الأقل حسيت أنه يعني حسيت أنه حيحقق النجاح ده ولكنت بتعمله وبتكتهد أنه يطلع دور حلم في الأول خالص نتيجة الغيبة اللي أنا كنت غيبها أنا كنت حاجة خايف جدا وكنت بتحسس طريق وبتحسس زميلي وبتحسس الجو واللوكيشن والمعدات كل حاجة لما بدأت أقرأ الورق حسيت بحاجة جديدة مع التصوير اكتشفت أن فيه نجاح هيحصل بأمرك يا رب لما تعرض المسلسل أو أنا بتفرج في المونتاج كانت النسبة عندي مثلا سبعين بقت خمسة وتسعين لما شفت العمل مكتمل بقى فوق المية في المية فأنت يعني جالك جعفر العمدة أول ورق صورته أول تصوير وبعدين جي بعد كده ضرب نار والكانتو أجي سوء كانتو وبعدين ضرب نار أخر حاجة الأدوار أنت طالع فيها عندك يعني في جعفر العمدة عندك يعني حنتكلم عليها الوحدة لأنه دي الغل والانتقام والغلب موجود فيه طبعا لكن أنت كنت قوي قوي في الاثنين كانتو وضرب نار الشخصيات تاجر ونفوز الشخصيات اختلاف الشخصيات هنا وهنا كانتو كتاجر خمرة ولون فوزته وراجل مصري واخي الجنسية وبيحاول يفرد نفوزه فتوانته على المنطقة كان زمان طبعا عصر الفتوات كان موجود آه فالسكة اللي عملنا منها الأستاذ حسين المنباوي قال لي أنا عايزك تبقى هادي قوي مش عايزك تبقى منفاعل عايزك أدائك يبقى تقيل وهادي وفي رصانة عشان تديني اللي أنا عايزه عملت ده وطلع بالشكل ده لما جيت أنا وانا بخلص يعني خلصت جعفر العمدة الأول ودخلت سوق كانتو خلصت كنت جابر في سوق كانتو آه جابر في سوق كانتو وجون في ضرب نار بدأت جون آخر حاجة خالص آخر حاجة آه وأنا فكر كانت خلاص الهبة بقى بإنك رجعت التمثيل كانت راحت بقى خلاص بقى خلاص يعني مسألة كانت انتهت وبقى تنسباني إن أنا إزاي أنوع في الشخصيات وإزاي أخلي فيه اختلاف في الأداء هنا وعن هنا وفي الشكل كمان لأن كنت خايف جدا لأن أنا كنت مربي دقني في التلاتة صحيح وبصور في التلاتة في حاجات قريبة من بعضها فكنت عايز نفسي في حاجة أحلى دقني ونفسي في حاجة قلت خلاص ما لحقتش التلاتة عمالك لك لا 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 فكان التغيير في تسريحات الشعر بقى واللبس والحاجات دي طيب بما أن أنت مش راجل سهل في التلاتة عمال فالحوار مش هيبقى سهل معك لا لا يا فن انت أستاذة موافقين الحوار مش هيبقى سهل أنت راجل صعيدي يعني كلية تجارة جامعة أسيوت أنت صعيدي أصلا لا أنا اتحكم علي مجموعي أن أنا أدخل تجارة أسيوت تمام العيش هناك حلو قوي كانت زمان كانت الدنيا هاتية خدت إي من المجتمع السعيدي الجدعانة الجدعانة الرجولة الأدب بجد حبيت فيهم حاجات يعني أنا فاكر كان عندنا واحد هناك اللي هو مسؤول عن القتال بتاع الطلبة في أي وقت في الأربعة وعشرين ساعة بنادي بلاقيه الشهامة بقى ومنتهى الشهامة السعيدة بجد ناس محترمين جدا وفي أي مكان يعرفوا أن القاهري بيخدموا بانيه لما دخلت معهد الساني ما كنت عايزة تبقى ممثل ولا الإخراج هو اللي أخذك؟ لا هو طبعا الإخراج يعني أنا قصتي أصلاها مع المعهد شغلانة لأن أنا كنت هجل أنا عايزة أدخل المعهد وروح تقدمت وللأسف أني ما خدونيش نجحت بس ما قبلونيش حصل مفضلة بني وبين ناس وخدوهم فكان يوسف بي السباعي رحمه الله كان هو الوزير أيامها وأنا خال والدي أستاذ نجيب محفوظ فقلت له خال أنا عايزة أدخل المعهد مش عارف إيه قال لي الفن ما فيوش وسطة قلت له مش وسطة أنا جايب أنا عارفت أن أنا ناجح وعايز أدخل المعهد قال لي ما رحت لي يوسف بي السباعي قلت له أنا عارفت أن أنا ناجح وما دخلونيش قال لي لو كلامك غلط قلت له ما تقبلونيش في المعهد ما ده لحقيقة ففعلا لما لقاني ناجح قال لي المعهد صحيح دخلت بعد شهرين من بداية الدراسة وكانت أول محاضرة الأستاذنا رحمه الله محمود مرسي وقال لي انت جاي ليه قلت له أنا طالب هنا قال لي وفين بقالك شهرين قلت له معلش كان عندي ظروف وأنا في كلية تجارة وكده ففضلت مع كلية تجارة مع المعهد مع بعض لغاية ما خلصت لغاية ما خلصت أنت طرحت قدامي ثلاث أسماء متخوفني يوسف السباعي نجيب محفوظ ومحمود مرسي ده إيه الزمن العظيم ده زمن كان فيه عبقريات أستاذ زيتي كان أستاذ علي بدرخان أستاذ صلاحة بوسيف الأستاذ محمود بسيوني عميد المعهد نفسه كان أحد أستاذتنا الكبار برضو الأستاذ محمود الشريف رحمه الله كلها أسماء عظيمة أكيد علاقتك إيه؟ أنا عارفة أنك ألفته وأخرجته وعندك سهرات كتير علاقتك كتبت إيه بالتلفزيون المصري أنا علاقتي بالتلفزيون المصري أنا بعشقه أنا علا فكرة كنت بشتغل أول نوات خلقت من السنوية العامة كنت بشتغل في المطعم اللي جنب التلفزيون هنا آه تمام فأستاذنا الكبير نور الدبرداش رحمه الله كما عدي في يوم كده فلقاني واقف على باب المحل فبص لي كده قال لي أنت بتعمل إيه يا ابني بتشتغل إيه قلت له أنا طالب طالب وبشتغل آه قال لي مش عايز تمثل قلت له أنا بمثل في المسرح كنت في المدرسة وكده قال لي طيب تعال لي التلفزيون فوق قال لي ما عرفش هدخل المبنى قال لي تعالى ورختني من إيدي ودخلك دخلني المبنى ومضيت يومها عقد صرخة بريئة مسلسل ده كان مسلسل مهم قوي وكنا كلنا تقريبا وجوه جديدة ما كانش فيه إلا الأستاذتنا الرحيب على الله هودا سلطان وأنور إسماعيل مع احتفاظي بالألقات طبعا ليهم آه إنما لقيت نفسي بعمل بطولة إيه ده تخضيت آه وبدأت من هنا مشواري مع التمثيل يمشي فبقت الدراسة إخراج إنما مشواري مع التمثيل هو كم سنة مشوارك مع التمثيل من أول حاجة بدأتها عملت حاجة كي صغيرة كنت بتدرب مع الأستاذ علي بدرخان في فيلم كارنك كان مخرج فيلم مهم جدا من أهم أفلام السينما فقال لي فيه دور كده ده طارق تعمله قلت له طبعا أستاذ علي كان في وسط أستاذ السعاد حسني طبعا شلة جميلة فعملت دور صغير كده وكت بتمرن كمساعد مخرج وبعدها مع الأستاذ صلاحة بوسيف برضو كت بتدرب فسقطت في بحر العسل بطولة الأستاذ النبيل عبيد وأستاذ محمود ياسين وبرضو عملت دور فيه كده فبدأت الرحلة تاخد خطوات خطوات مسمرة لغاية ما دخلت بقى تخرجت وبدأت أنطلق في الحكاية طيب هرجعك تاني الرمضان والعودة للساشة والعودة للجمهور جعفر العمدة حزي بشعبية كبيرة جدا نسب عالية جدا في المشاهدة كنت وانت بتتابع بقى مع الناس اسبوع الأولاني التاني حسيت بقى أن المسلسل بدأ يشد قولي انطبعات الناس حمادة فتح الله يعني عائلة كانت عاملة مشاكل كبيرة جوة المسلسل يعني أنا الغاية دلوقتي طبعا عايز أقول لحبابك أن الناس بتنديلي في شارع حمادة فتح الله قولي قولي مش تربي أولادك قولي قولي يا حاج حمادة برضو شوية ذهب من لك قالوا الناس الشعب المصري بجماله طبعا وحبه للفن وحبه للفنانين أنا لمست النجاح من الشارع مش من الشاشة اقبال الناس وغير الطبيعة أنا كنت فتاعد بدخل أهاوي أتفرج كأنك رايحة ماتش كورة أيوة الناس تقعد تهيس وتعملوا وبيتفعلوا مع الشرص لما جالك الدور ما خفتش من العيلة دي يعني معلش يعني العيلة مش من تربيه كلها خالص ليلة كلها غيل وحقد ما خفتش يعني ما قلتش طبعا أنا كنت عايزة أرجع بدور راجل طيب أمير دور حد تاني هو الدور على فكرة كان الأستاذ محمد سامي بيقول لي خلي بالك أن أنا عايزك تبقى متلون مش ثابت يا طيب وقبيح وشرير أيوة أنا ساعة كنت بحس أنك طيب وعايز تتراجع وبعين ترجع تاني فقالي عايزين نفضل محيرين الجمهور عشان لما نوصل للفينال الراجل ده هو السبب في كل البلاوي دي واللي ممكن يكون هو اللي عامل ولا إيه ففعلا الحتة دي خلت الجمهور في حالة اشتياق مستمر جدا لما جالي العمل وقريته مش طبيعتي أن أنا بقى ضعيف كده فخفت في الأول لأن أنا برضو عندي طبقة صوت حدة جداً بتدي قوة للشخصية فبدأت أمراً روحي إن أنا أخلي تنزل بصوتك شوية أنزل بتنالة الصوت عملت أتب شوية طبعاً الرئاكشنات انكسار انكسار كان أستاذ محمد كان بياخد كم الرئاكشنات غير طبيعي بتقوله النفسي أفهم هتعمل بيها إيه قال لي ما تتكلمش غيرت بتفرج على الشاشة فلما شفت الشاشة عبقى أنت كمخرج حسيت بإيه يعني أنت مخرج محمد سامي مخرج كنت شايف العين صح ولكن عندك قلق قل لي الحقيقة لا ما كنتش قلقين لأن بجد كنت عارف كل اللي هو بيعمله وحسه لكن أنا كطارق نهري كمخرج ما قدرش أنطق في اللوكيشن كلمة إيه المشهد اللي قلقك؟ خفت منه ما أقول كنت متطمن طول الوقت مشهد المصالحة مع بنتي كنت خايف منه جدا والمشهد اللي بتاع الفينال اللي هو كان المفروض أن أنا بأنفعالي قوي قوي أن إحنا بس خففنا الحدة الحدة في الآخر عشان نقفل المسلسة الناس تبقى مرتاحة نفسيا المفروض أن الشخصية كانت تبقى أكثر جنون وولاده وحاجة كده يعني دول المشهدين يمكن اللي خفت منهم ومشهد المواجهة بيني وبين جعفر العمدة لما بقوله يعني أنا جاي ومدد لك إيدي بالسلام فبيقول لي معلش رجلي فيها واجع ومش قادر كان خلاص كانت الحالة انتهت إنما مشهد بنت بوصالح الدلال ده كان أكتر مشهد خايف منه جدا كنت قلقان منه وبعدين استدعيت ما يحدث بيني وبين بنتي وإحنا كنا بنتك الحقيقية آه قبلها بشوية كنا متخنقين فعلا ولسه متصلحين فاسترجعت المرحلة ديت وقلت إيمان العاصي إيمان أنا يمكن أعيط قالتني ولا يهمك أنا دموعي جهزل بتنزل فقلت لها طيب وفعلا جت لنا كريزة عياطة إحنا الاثنين بعد المشهد شحنته جامد ديتم شحننا جامد قوي وسامي فضل يشحننا يشحننا وقال أنا عايز أسمع سوق وقعت في آخر الدنيا قال عايز أسمع سوق ونتم بتعياطه وكانت كانت وحسيت طب ده الأشرار بالعياطة يعني طبعا من يملك الندم لازم يبكي يعني بس ما يبقى مدرك هل هو بيبقى مدرك أيها ولا هو مدرك إنه غلطان من يملك الندم وهو مدرك لكن من يملك الندم عشان يباين للناس إنه هو ندمان لا لازم أبقى ندمان وعارف إن أنا عملت غلط ولازم أصلحه أنا خطأي القبيح في شخصية فتح الله إنه لم يلتفت لتربية أولاده ده الثلاثة كان نفسينا واحد بس يبقى كمي أنا عايزة أقول لك حاجة ارجع كده في كرسي عيش دول حمادة شوية معلش يا حمادة كان مكسور وغلبان وبصة كده على الشاشة معايا صباح الرزق أنا عين صباح أقول لك يا جعفر أخبار تحسين الأسبوع ده إيه هاقفل النهار ده واخر اليوم هعرفك طب بلوايا مكادة إيه زي الأسبوع اللي فاتوا اللي أحسن هاقفل وأطمانك يا جعفر ما تجلقش خير بإذن الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصدق في كلمتين يا معلم جعفر ها أكيد أنت عرفت أن شوئي خارج قريب وأعرف مين نزلوها صفحة أولى في الأهرام شوئي لما يخرج أكيد هيبقى شايل من اللي حصل زمان وممكن لما يخرج يحصل مشاكل 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 مع مين أنت فهمني كويس قوي معلم جعفر وكفاية اللي حصل قوي زمان أنا جاي لك ومديد إيدي علشان نتصالح مشاكل رونت صالح طرف عمطل عوني طب شاهدك أنت نعيب شاهدنا علي إيه أنا لو شاهدت عبقى في صفه حتى لو في البطل صلى على النبي واسمع الكلمتين دولة يا حمادة عشان فيهم ولا مؤخذة الشفاء وحد دلال بنتك اللي أنت عارف مع أزيتها عندي قد إيه خروج ابنك شوها بالسجن زي وجوده في بالزمد في الحالتين ولا يفرق معايا وآخره إيه زي كار يقعد يحسبي علالي له النهار ويشكل اللي رايح واللي جاي أوه صحيح بمناسبة الواد كان مسرته جد في الكلام الواد بقى عصب قولي ومن دولة يا حمادة يبقى حلل له سكر هو فعلا بقى عصب جدا وعندك حق أمعلم جعفر صحيح ما تحلل له سكر الحاجة التانية إزا يا حمادة قلبك جابك تجيل لحد قدامي أنا تطلب الصلح وأنت عارف وأنا عارف أن أنتو المؤجرين بلال شمع عشان يعمل اللي عمل يقول فيلك بضل المرة ألف أن إحنا مناش دعوا بالموضوع ده ولو أنت متأكد أن إحنا اللي عملنا كده ما كنت سكرت علينا السنين دي كلها معنى الجعفر فكر في أن قلته لك مرة تانية أن شوئي مزي كارم زي أنت كده مزي سيد وبالمناسبة أنا جيت لك هنا عشان مش عايزيني بقى فيه دم تاني بقى لو فيه دم أصلا عمرك ما تيجي توقف الوقفة دي يا حمادة فتح الله حمادة قولي رابل بتاع اليوفت تحت كلمة مجوهرات حمادة فتح الله يكتب لك بالمذهب سبحان من خلق الدهب غالي واللي بيبيعه رخيص هلو هتشد الناس ونبيعه حلو حمادة يجاول برضو الراجل بتاع اليوفت بنفس المدهم يحط تحت رخيص خط للتأكيد أو يحط رخيص من كسين يجرب حمادة ارجع يا حمادة بس هنا كمان الشخصية غريبة جدا انت كنت تطالع منمق دايما لابس بيدل مزبط يعني وكأن الشخصية منمقة من الخارج بس ضايع من جوه اه طبعا هو التأجر ده لازم يبقى شيء باستمرار انما داخله مفيش محطم اولا هو نتيجة انه شاف بولاده التلاتة قدام عينه خلاص لما كبروا هو الاثنين اللي اولاد هو اتصدم في بنته في الآخر انما الام اللي ربت وزرعت فيهم هذا الشر هو شافه وبقى بيحاول كتير قوي انه يفهمهم ده انما هم مش مستوعبين خلاص الدنيا راحت يعني الدنيا راحت وفاتحين صدرهم وفاهمين انه هما ابطال العالم في التايكاندو والكارتيو هيدربوا وسليل الزينب فوقوا بان شخص بيدربهم مراتوا بالشبشب بتضربهم طب فاضل ايه اتكسروا يعني وكأنهم جميعا اتكسروا حتى الاب والام مش مش اسوياء خلاص لا طبعا خلاص خلاص وجودكو بقى جوه المسلسل المسلسل اصله كان فيه يعني يعرف اللي هو الناس الحلوين والناس الوحشين يعني اللي هو اهلة فاتح الله اللي معهم الحق ومظلومين وبيحولوا وبيعافروا وانتو كل بقى الانتقام والمشاكل عندكو كنتوا عاملين ازاي في الكواليس اولا يعني انا عايز اقول لك حاجة ان احنا كان فيه بتتميز كواليسنا بحالة من الحب شديدة جدا محمد رمضان بيتفاعل ويتعامل مع الناس كلها بحب شديد جدا اول مرة كنت تتقابل محمد رمضان ده اول مرة تتقابل فعمل يعني احنا فيما قبل كنت حضرت له فيلم الالماني وبركت له عليه ودي كانت المرة تتقابلنا فيها وبعدين تتقابلنا فعمل بقى قالوا حاجات كتير قوي والناس بتقول حاجات كتير قوي هذا الانسان هو انسان بجد من مواقف كتير حصلت داخل المواقف في حاجات مش هقولها انما طبيعته بقى انه يدخل ويصبح على الناس كلها والكمبارس وياخدهم بالحضن ويسلم عليهم ويعايزين يتصوروا ويتصوروا ما يقولش لحد لا ابدا في حاجات انسانية هو عملها لا ما نتكلمش فيها انما انا لما استهكى انسان بقى بقول هذا الرجل انسان بمعنى الكلمة انسان جميل قوي في تعامله كفنان راقي جدا مخلص للعمل قوي بيجتهد ان هو لازم يصل الى مراحل النجاح منو احنا جوه اللوكات المشاهد اللي هو مش موجود فيها لهو في البلاتو بيبقى بيتفرق بيقف موجود معاكو اه وينزل يعود احنا يعني كان كان بيبقى عملنا زي فريقين بقى احنا فريق فصحالة قاعد قدام محل الدهب وهم بيعودوا قدام مكتب جافر العمدة وبيرجعوا مشاهدهم واحنا بنرجع مشاهدنا وبنبص البعض وحاجات كالغاية منخلص طبعا صحابه حبايب جدا ومحمد سامي بصراحة اطفى جوه من الحب على المكان بخف الدم وهزاره وساعة الجد بيبقى فضيعة محمد سامي كان في لحظات والله يا ربي كان بيشتغل والمحلين متعلقة في ايده وبيبقى بيموت وبرطه مصر ان هو يشتغل وبيبذل المجهود مضاعف عشان يطلع العمل بهذا النبي انا ما شفتش ده في مخريين كتير قوي ومن زمان قوي ولذلك العمل انا بقول جعفر العمدة وفي زمان ليالي الحلمية في حضم الجبل وزئاب الجبل وسلسلات اللي كانت الكبيرة اللي كان بتشد نيسك طيب قبل ما اروح فاصل عايزة منك حاجتين وحنرجح نكمل كلاما اكيد تاني في جعفر العمدة مين الممثل بعيد عن محمد رمضان والبطل اللي ابهارك ما كنتش متخيل انه يعمل النجاح ده رغم انك كنت شايفه في الاستوديو ومين الممثلة الابهارتك اخترلي ممثل وممثلة الممثلة استاذتنا الكبيرة الملكة هلا استطيع طبعا صف صف كل الاسطاف بعد كده جميل جدا من الناس اللي انا فجئت بيها احمد داش ده الولد ده هيبقى نمر واحد كممثل جان في الفترة الجاية طيب هنكمل كلامنا شفته حتى حمد فتح الله وانا بس قاله كده برضو عينه على عيلة جعفر العمدة عجبته صف صف وعجبه المهلم سيف احمد داش لسه الفنان طارق النهري بيه حاول يشوف حكايته كانت ايه مع حمد فتح الله لكن عنده ادوار تانية وايضا حكاية تانية هنكمل معاكم بعد قليل في التاسعة فنان طارق النهري في تضيافة التاسعة مرة تانية براحب بك وبكمل معاك تاني الحوار كان عندك يعني عندي شوية اسئلة على جعفر العمدة بس هخليها في الاخر بس عايزة اروح لسوق الكانتو وعايزة اروح لضرب نار انت في رمضان يعني معرفش كنت محظوظ انك كنت في مسلسلات كبيرة ونجوم كبار فتعاملت خلينا نقول مثلا ودينا كده السوق الكانتو ويمكن مشاهدك الاكتر كانت مع النجم الكبير امير كرارة يعني وكان فيه تحدي بينك وبينه يبدو ان انت يعني كنت بتستفز كل النجوم في كل المسلسلات يعني سبت رمضان وروحت الامير كرارة ايه اللي حصل امير انا بحبه جدا على المستوى الشخصي طبعا لان فيه بيننا ارابة احنا اولاد خال فحتى تلاحظين العيون الملونة اه نفس التركيبة حتى لما جينا عملت ده معا انا عشقت كنت طلع ابو فانسألوا ايه الشبه الغريب ده ايوا فاعرفوا امير لما جينا بنعمل الدول انا كنت اعمل شخصية تانية خالص كنت اتعمل ايه كان فيه شخصية ضيف شرف عمله والاستاذ محمد مرزبان ايوا اللي هو التاجر الفرنساوي اللي هو في السوق اه ده رجل لطيف وبتاعه مسالم جميل جدا اه فحصل ان دخل تصويرين في بعض في نفس اليوم بنفس المتوقيت فقلتهم مش هقدر يا جماعة انا مرتبط خلاص بجعفر العمدة ما عليش سامحوني فالاستاذ حسين المنباوي قالهم خلاص هنعمل ايه فكان ظهر دور جعفر ده اه جابر جابر فلاقيت امير بيقولي ده انت محظوظ في دور جابر ده حاجة جمد قوي قلت له طيب خلاص انت شايفه يعني لان انا مش لاحق مش لاحق بقى كان جعفر العمدة على اخرنا كنتوا بتصوروا بقى كنا بنصور ومطحونين محمد سامي كان بيتحنى بياخدنا من خمسة الصبح لغاية 19 الليل واحدة بالليل تاني يوم فقال لي لا دور حلو اوي فبعتوا لي الورق فبدأت اللي هو يعني طب حلو اوي 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 اه حلو يا ده جميل جون دور جون لا ده جابر في سوق كانتو اه جابر في سوق كانتو جون ده في ضرب نار لغاية ما جيت اه اعدت مع الاستاذ حسين المنباوش هراح لي طابعة الدور وطابعة الشخصية والزمن والحقبة اللي احنا كنا بنشتغل فيها وازاي الناس كنت بتتصرف في الوقت دوت فبسرعة كنت خلاص بقى وفي كيميا بينك وبين امير كرارة فالدنيا مش اه فالحمد لله اعملته بالشكل اللي يرضي استاذ حسين قول لأرض المجموعة يعني وكنت سعيد بالعمل والله لانه لذيذ برضو وخفيف طيب انا عايزة اسألك سؤال بستكوابني بصراحة يعني قدتني اسماء كبيرة كده في البداية قلتلي يوسف السباعي نجيب محفوظ محمود مرسي وبعين الزمن ماشي بيك عد الخبرة دي كلها بقيت بتقف في بلاتو في محمد رمضان امير كرارة وكمان احمد العواضي احمد العواضي وياسمين نجوم تانية واجيال تانية احكيلي عالفرق زمان زي مثلا الاستاذة سعاد حسني فكرنك نفس البساطة اللي بقول لحضرك عليها ان حالة الحب الشديد جدا والبساطة الشديدة جدا وان هما النجوم الكبار دول بيحتووا الكل من الاستاذ علي بدرخان للاستاذ كمال الشناوي للاستاذ سعاد حسني تحسي ان في عيلة وكان استاذ ممدوح الليسي هو السيناريست وقتها تمام وكنت انت لسه شاب صغير الوقت الوضع مختلف انت الخبرة وانت معك شباب انا عايزة اللي بيدور في دماغك اللي هو هو انتوا بقيتوا كده هو الزمن كده لا والله زمانكو حلو لا ياريتنا كنا في زمانكو اقول لي بصراحة لا هو طبعا انا قدرت اتفاعل طبعا مع الجيل القديم وتربط في وسطه فاخدت عليه لما جيت للجيل الجديد او جيل الوسط اللي هو قبل الجيل بتاعنا ده برضو كنا متعاشين مع بعض استاذنا نور الشريف ومجموعة النجوم في الوقت ده طبعا الجيل الجديد انا لم اتفاعل معه بشكل كامل انما عارف ليه بتحس بتكش الشباب ولا التقنية الجديدة ولا المخرجين المختلفين قول لي بصراحة التقنية الجديدة والمخرجين الجديد بتحس انك قلقان شوية اه طبعا لان يعني مرت بمراحل كبيرة او انا اشتغلت مع ميسيو براكات مع الاستاذ صلاح ابو سيف مع الاستاذ علي بدراخان طبعا ماشا كده بسألك مع نور الدمرتاج كنت بتحس في المشهد انك فاكك لا ومرتاح قول لي بصراحة من الكمال زمان دلوقتي رمضان امير كرارة العواضي عشان انت دول التلاتة اللي كنت بتشتغل معا طبعا عشان محمد سامي وصلني المرحلة ان انا حسيت ان انا مع المخرجين القدام فكنت فاكك جدا مع محمد سامي اه حسين المنباوي مخرج هادي هدوء غير طبيعي عامل زي ميسيو براكات يحب الهدوء الشديد وبعد كده عنده فيجن جميل جدا اه بس الهدوء ده كان بيقلقك اه تبقى خايف يا ترى حلو ترى وحش انا حلو ولا وحش انا انما ابتسامته عنده ابتسامة جميلة قلت له حلو اوي 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 جميل نفس ميسيو براكات كنت اقول له ايه يقول لي هايل طب ما انا عايزة اتطم انا عايزة اتطم طب ودرب نار بقى درب نار هو كان مخرج جديد خالص از مصطف فكري يعني كان عايزي خلص ومحصود في العمل فاللي هو حسيته مش لاحق يخرج مش لاحق يتبع الممثل كنت بتكتهد انت بأ انا خفت جدا فقلت لأ انا هشي نفسي واستعمد العوضى ممثل كويس يسمين ممثلةイois انا الحمدلله في دايرة مغلاقة فنبقتش خايف. التكنيك حلوة مش وحشة. جميل. موجود أمير كرارة والأرابة مدكش ثقاف مشاهد كتير؟ لا أمير ذا طبعا لأن أمير احنا تعودنا عاملين مع بعض أربع أو خمس مسلسلات دلوقتي. فخلاص بقت في كمية ما بيننا حلوة قوي قوي قوي. لكن جعفر العمدة هديك كواليس اللي كنت انت مرتاح فيك. جعفر العمدة. ديك الأمان. كل ما فيه ديك الأمان. كل العناصر اللي فيه. لأن أنا الأول بقول لحد ديك أنا كنت خايف. إنما لما دخلت في السطوب ولقيت أولا ترحب منهم جميل جدا. خدت نفس. مخرق قوي جدا. مدير تصوير قوي جدا. أستاذ النظار شاكر. المساعدين فاهمين ووعيين جدا للي بيحصل لكل هفوة. فالدراما كانت منضبطة. في مين كم محمد فتح الله في الحياة حواليك شبهك وشبه عائلتك اللي كلها غل وانتقام. فيه شوية حلوين. فيه طبعا. فيه برته أشرار كتير كده. فيه فيه ناس شريرة جدا. كتير جدا وبتعمل الشر للشر اللي هو زي كارم وشاوي. دلال الشر الناعم ده. هل فيه ستة في مصر بالشر الناعم ده؟ أعتقد إنه هم حوالي خمسة بس. خمسة بس؟ طب والله كويس. كويس خمسة بس. لأن المرأة المفروض فيها إن هي شيء جميل جدا. طب تعالا كده نفكر بالصوت العالي. ماذا لو حمد فتح الله كده المخرج والمؤلف ما هو محمد سامي برضو ومعه مؤلف تاني. إدوك بولد واحد بس أو الزوجة تبقى صالحة. كان هيبقى أحسن؟ مريح شوية؟ ولا لأنه الشر كان في العيلة كلها؟ لا. الدراما فرضت علينا الشر له. إحنا خلصنا. بس أنا بكلمك دلوقتي كمخرج. كنت تتمنى إن يكون فيه عنصر كويس؟ آه طبعا. كنت يعني أنا دلال. كان يبقى في دلال كارم ولا شوئي؟ لا دلال. تبقى دلال هي الكويس؟ آه كانت أتمنى إن دلال تبقى هي الحاجة اللي افترضى المنورة. مين اللي تعمل دور دلال في الستات التانيين؟ زينة مثلا؟ إيمان العصي. إيمان العصي برضو. إيمان. إيمان. بس كنت تتمنى إن العيلة دي يطلع لها حد طيب. آه طبعا. كنت أتمنى إن دلال تطلع طيبة. أنا شوفي أنا كنت عارف الأحداث. ومع ذلك لما جت وبدأت تنقلب إلى الشخصية الشريرة. حسيت إن إيمان العصي قلبت وشها إنها تبقى شريرة. مم. 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 فوقت. قلت ايه؟ ايه التمثيل الجميل ده؟ ايه استاذية اللي موجودة في كل واحدة من زوجات جعفر. والأم. والأخت. يعني حتى دعاء. حكم البنت الهادية جداً. الجميلة اللي هي تطلع أخته. إنسانة راقية جدا وجميلة وفي الطبيعة طبعا هي إنسانة هادئة جدا وجميلة مفاجئتي الضخمة صفصف تليها إيمان نرجس ما يكساب تفوقت على ما يكساب في كل حاجة شيء عبقري هذي اللي عملتو في سيد وضعك طبعا أستاذ أحمد فهيم ده شخصية طبعا هو بالطيبة اللي انت شفتينها دي على فكرة هو طيب قوي وممثل ممتاز 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 طبعا سام السقم يعني مش هتكلم عليه إنه جميل بجد حتى في طبيعته الشخصية بني آدم على مستوى رقي جدا وجميل إنما المفاجئات كانت أحمد داش أنا ملتقدش كتير مع الأستاذ أحمد فهيم في شغل في اللوكيشن إنما لما تفرجت عليه أبهرني بجد شفته على الهواء أنا عايز أسألك وإنت بتتكلم كده يعني لما نقول عودة طارق النهري لأكتر من عمل لكن كمان في رمضان شفنا فنانين كبار عملوا أدوار كان فيه عدد فنان محمود قبيل كان فيه كمان سوسان بدر يعني كل الأجيال وهي موجودة هل أنت شايف إن هم عملوا وزن في الدراما وجودهم مهم؟ طبعا لا يمكن تعتمدي في الدراما على نجوم جداد وأبطال أعم نورين وزي الفل إنما جداد الثقل في الناس الكبيرة بتدي ثقل للموضوع والحكاية والرؤية لأ حدا كنت تلاقي حتى اختلاف ما بين أداءنا وأداء الجديد فيه مسافة شوية إنما إحنا أنا بشعر إن وجود حسين فهمي بيدي ثقل كبير لموضوع سوسان بدر محمود قبيل برجوعه جميل جدا طلطه الحلوة لا فيه اختلاف فيه اختلاف كبير قوي طبعا وبيبقى جانب يقوي الدراما ويقوي الصورة ويقوي العلاقة ما بين الأجيال الأديمة والأجيال الجديدة طيب مين من ولادك كنت في الكواليس متعاطف معاه أكتر كارم ولا شو إيه؟ لا هو لدى ولا دى هالواحد يتعاطف معهم خالص أنا بعد كل مشهد كنت بقى بص لهم كده وأقول لهم ابعدوا عني مش عايز أعرفكم دلالة الوحيدة اللي كنت متعاطف طب بص كده يمكن يجي لك حاجة من هنا كده؟ يمكن يسوف كأنك انت اللي مسكون مش أنا زلنتنا يا شوقي أبني أفريقك وروحت وصرفت من دماغك وكنت عايز تقتل جعفر أخرتها إيه؟ أديكت سجنت سنين حرمتنا منك وزودت على أم يا أم لا وأقل إيه؟ وروحت تقتل وبعد موت أخوك بـ 12 سنة طب كان إيه لازمتها يا شوقي؟ قلتلك ساعتها لو كان في يوم متخوك ولا بعد ما مات بيومين؟ كنت فهمت؟ لكن بعد إثناشر سنة؟ ليه؟ الساعات باستغرب هو أولى نعود يطالعناش في اليمين يمكن اللي خاج الله يرحمه خلاص يا حج مش وقت الكلام ده دلوقتي بكرة إن شاء الله شو يخرج ونتكلم براحته وليه مش وقته؟ ملاك لحل ودي أنا ابن السلة أنا لو كنت ظل أنتكوه يبقى عشان لما ضربت جعفر بالنار ما كانش في دماغه وكام طلع خيبه عيلة صعبة جداً يعني هو حتى بيهزق أبوه يقول له يعني أنا مسترعلك يعني الشر اللي متمثل في وجه الأم ده مش ببلاش دي رؤية فنانة ورؤية مخرج لما كان بيقول لها شلي العدسات ما تحطيش روج البسي الطرحة بالطريقة الفلانية لأن محمد فاهم في حاجات كتير ما شاء الله عليه إخراج وتمثيل ومنتاج وديكور وملابس ومزيكة فلما كان بيدي ملحوظة كان بتبقى فعلاً في مكانها يعني هي مرة كان حطت روج فقال لها ليه قالت له لا ده حاجة خفيفة فقال لها أنا مش عايزه خالص لأنه في المشهد تأثيره مش حلو طبعاً هو عايز يعني فيه كده ملامح أسيا وفيها شر أكتر يعني فوصلت إن هي بقت أقل بصة من عينيها فيها الشر لو شفت حضرتك منذر تلاقيه واخد تقريباً نفس تركبت الشر دي اللي موجودة في عينيها كارم طبيعة وشه فيها شر بس أنا حسيت أحياناً في كوانيث يعني وأنتم تمثله إنك زهقت منهم بجد يعني إيه كمية الشر اللي في العيال دي يعني إضيتنا الإحساس ده شوية يعني وأنت هنا قرفان منهم أصلاً يعني أنت برضو مش سهل وعنتك شر بس كان نفسك إنه يطلع أي طيبة من أي حد وخايف عليهم لإني حاسس وقاري اللي هيحصل للمفروض كشخصية في الدراما قاري اللي هيحصل من جعفر العمدة وعارف القوة اللي هتواجههم فأقول لهم لأ يعني إفهموا هم مش عايزين يفهموا ولذلك جيت في الآخر قلت لهم كلكم ما تفكروش تاني مش عايز أسمع إن واحد فيك وحتى أفكر ولا هيفكر هضربوا باللي في رجلي لما انقلب بقى وبدأت إيه أصعب مشهد في المسلسل عيدتوك هذا مرة؟ كانت مشاهد الأكشن اللي هي في السيد لأن كان فيها كتير وبعدين رمضان بيخاف إيده أو رجله تطول حد وبعد كان فيه ناس من الممثلين مش عارفين الأكشن فرمضان مثلا ما كان يجي يضرب واحد كان بيعمل خمس ست بروفات على الضربة ويقولوا ما تتحركش وما تقربش فغزبا عن الممثل التاني بتفلت منه خطوة الخطوة دي بتأزين فكان بتيجي في ساعات ضربات كده إنما كانت بتعدي إنما أنا فاكر من المشاهد اللي كانت صعبة قوي برضو اللي نزل فيها لما كنت بكلم بنتي دلال في العربية وطرعوا قالوا له إيه الحق ده كارم شتم ونزل جعفر ده كان من المشاهد اللي فيها أكشن وحركة وحالة خوف وحالة اضطراب من الشخصية وحبه لبنته وخوفه عليها إيه أكثر حاجة عجبتك في محمد رمضان كممثل؟ إن محمد بيمسك تلبيب الشخصية فاهمها قوي يعني فاهم عمق الشخصية حركتها الحتة الشعبية اللي فيها قوي تحس إن هو بيتكلم بلسان الشارع بجد يعني واحد بالسيدة الزينب من جدعان السيدة الزينب وبيتكلم بلسانهم وفي مواقف اللي هو كان بيتحول فيها إن هو بيبقى حاكم بين الناس فتحسي فيه بيتقمى شخصية أبوه فبيبقى الرجل الثقيل الرزين العديد محمد بيتلون مع الدور بشكل جاي جداً بيبقى فاهم أبعاد الشخصية لا ممثل قوي جداً ممثل فعلاً يستحق إنه يبقى دجم كبير قوي 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 عملت مشاكل للجواهرجية كلهم لأن انت طرق جواهرجي بس الشر كله موجود حد قبلك وقالك ليه كده يا عم محمدة؟ رحت أصور في محل دهب كنا بنصور أحد اللقاءات مع أحد المنصات يعني فقالويه إحنا عمللونك في محل دهب فقلت طيب فروحت كادوا أن يأكلوني إحنا مش كده إحنا ما فيه ناشي غل ده ما فيه ناشي الشر ده قلتهم يا جماعة لا مش غل ولا شاء الله يا جماعة فرقوا ما بين الدراما وما بين الواقع ده التمثيل آه الدراما يا جماعة بتحتاج إلى بعض المبالغات عشان تصل إلى قلب الناس أو نوصل المسج اللي احنا عايزينها للناس فطبعا على ما اتكلمنا شوية لغاية ما هدي وصورنا وحلو قوي 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 اللي عايز أقوله بقى لحضرتك أن هذا المسلسل يمكن بعث رسائل كتير قوي أهمها؟ إيه؟ أهمها إيه؟ إن الأم إذا ربت الأولاد بمنطق اللي ربت بيه الست دي أولادها هتحصد الشر بكل أشكاله والشر حيبعمل زي في تيل النار بيمشي في العيلة كلها زي ما شفتنا وبيولع في البيت كله الوقت انتهى بس قبل ما الوقت انتهى أنا عايزة أعمل معاك كده مصلحة مع الناس والمصلحة مش هتيجي غير إنك تعترف إدي نفسك أرقام تاخد كم من عشرة في ضرب نار في دورك جون؟ طبعا هو حكم الجمهور إنما أنا بقول حكمك على نفسك حكمي على نفسي ها أنت حمدا فتح الله لازم نحكم أنت تحكم على نفسك تاخد كم؟ هادي ستة من عشرة في ضرب نار ستة من عشرة في ضرب نار في سوق الكانتو جابر ياخد كم؟ نفس الحكاية برضا ستة من عشرة جعفر العمدة بعد ما قالك مع السلامة خد ولادك ويمشي تاخد كم يا حمادة؟ هاخد تسعة من عشرة تسعة من عشرة اه يعني تسعة من عشرة أعتقد هو ده كان مسلسل العودة لطارقنا اه طبعا أكيد؟ أكيد لو حصل دور تاني جديد مع محمد سامي كمخرج محمد رمضان تشتغل من غير ما تفكر؟ وده اللي حصل بيني وبينهم دلوقتي إن محمد سامي بمجرد ما قالي بمجرد ما أرفع سماع التليفون هتعمل ليه؟ قلت له طبعا هقولك موافقة يا محمد هتعمل دور شرة تاني؟ ما عرفش اللي يطلع بقى اللي هيجيلي نفسك تعمل ايه؟ دور تاني ايه؟ آآ نفسي أعمل تقول له يا محمد خلاص بقى أنا تهريد شر نخلي في العائلات الطيبة نفسي أعمل فعلا دور الأب اللي بيحتوي أبناءه وأبناء أولاده بيضمهم في صدره بحنية الأب فعلا تسمحي لي من خلالك أقول حاجة صدر أنا أعملت مبادرة كده اسمها مع بعض هنلاقي بعض لكل طفل ضايع في الشارع وده من خلال المسلسل على فكرة هنعمل مجموعة مع رجال أعمال وا 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 هنعمل هذه المبادرة لإنقاذ الأطفال ونحاول يا رب يوفقنا نحن نرجحه من الأسرة أكيد دي من أجمل الحاجات الحقيقة تقول لي ايه محمد لحمد فتح الله علشان نختم وتودعه هقول له يا حماد زعلان منه جدا إنه كان قبيح في عدم تربية أولاده وكان طيب خبيس في إنه هو ضحك على الناس أكيد لو سمحت حاول كده بعد خلاص تقيد قدم ساعتك ساعة الساعة بقت واحدة وإنت لسه موجود في التاسعة ده كان عقاب بس إحنا حاولنا إن إحنا نخفيف عليه بتعملهاش تاني يا حماد آخر مرة حوالي طارق النهري يعود بتلات مسلسلات كل سنة وانت طيب وأهلا بيك على شاشة التلفزيون أهلا بيك وكل سنة وانت طيبين وشعب مصر طيب بخير وشكرا يا رئيس وكل سنة وانت طيب وتحيا مصر تحيا مصر على فكرة الباب من هنا إن شاء الله يبقى فيه سلام وأمان من غير ما يشوفك جعفر دورنا انتهى حيفضل كل مسلسلات رمضان تعمل كده حالة حلوة بين الناس حالة تخلي كل الناس يرجعوا يفكروا في كل الأدوار أعتقد طارق النهري مش هيخلي حمادة يرجع تاني في حياتكم اتفقنا؟ اتفقنا روح حمادة فتح الله؟ روح خلاص ماشي هو هنجيب حالة وخد ولاده؟ وخد ولاده وتبرى منه أكيد نورتنا الفنان طارق النهري بشكرك شكرا جزيلا تصبح على ألف خير وشكرا تصبح على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر